اشتركوا في القناة وحثهم على الاستمرار بدورهم في دعم برنامج الحكومة نحو تطوير مسارات التعليم والارتقاء بمخرجاته لتواصل اسهامها في رفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الى ذلك فقد قرر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء تفعيل منظومة موحدة للتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية تكفل تشديد الرقابة الداخلية بالحكومة وتستند الى اطر رقابية محددة كما اعتمد المجلس دليلا موحدا للتدقيق الداخلي يكفل توفير اطار تشغلي موحد لانشطة وعمليات التدقيق الداخلي على مستوى الوزرات والجهات الحكومية كما سيساهم الدليل الموحد للتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية الذي يأتي ضمن مشاريع الاطار الموحد للمشاريع الحكومية ذات الاولوية في مساعدة المدقيقين الداخليين بالحكومة على اداء عملهم من خلال ما يوفره من اساسيات للتدقيق تعتمد على افضل المعايير المهنية بما يسهم في تعزيز اطار الرقابة الداخلية ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتفعيل المنظومة الموحدة للتدقيق الداخلي وتعميم الدليل على الوزرات والجهات الحكومية ثم اعرب مجلس الوزراء عن استنكاره وادانة مملكة البحرين لاستمرار مليشيات الحوثي الارهابية في استهداف الاعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشكل متعمد ومونهج مما يعرض للخطر حياة الابرياء الامنين والمنشآت المدنية الحيوية كما ادان واستنكر العمل الارهابي لمليشيات الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الاراضي الامارتية واستهداف ارواح الابرياء الامنين والذي يتنافى مع جميع الاعراف والقوانين الدولية والقيم الانسانية ويعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني وفيما اعرب المجلس عن تعزيه لأسر الضحايا وتمنياته بشفاء العاجل للمصابين فقد جدد موقف مملكة البحرين الداعم للمملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في تصديهما لهذه الاعتداءات الارهابية الخطيرة وما يتخذانه من اجراءات لحفظ امنهما واستقرارهما مرحبا المجلس في هذا الصدد بالبيان الذي اصدره مجلس الامن الدولي وجامعة الدول العربية وادان فيه بالاجماع اعتداء ميليشيات الحوث الارهابية على دولة الامارات بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول اعماله وقرر ما يلي اولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن الاجراءات التي تستهدف تعزيز النشاط الاستثماري والتجاري مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برغبة مرفوعين من مجلس النواب ثم استعرض المجلس المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن التحول الالكتروني الكامل فيما يتعلق بالإيرادات والمدفوعات الحكومية بما يساهم في تقديم بعض الخدمات على مدار الساعة دون الحاجة للحضور الشخصي مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن التحول الالكتروني في الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر استكمال تحويل 22 خدمة بقطاع التنمية الصناعية لخدمات الالكترونية مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن مستجدات تركيب العدادات الذكية والانتهاء بنسبة 100% من تركيبها للمواطنين في مسكنهم الأول للحسابات المفتوحة بما يكفل مزيدا من الكفاءة والدقة في احتساب الاستهلاك وفي بند التقارير الوزارية فقد اطلع المجلس على التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بشأن المواضيع التي تم بحثها خلال اجتماع الوفد الحكومي برئاسة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مع المسؤولين بجمهورية اليونان ومتابعة مسار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء من يناير عام 2021 لغاية يناير عام 2022 ترجمة نانسي قنقر